احتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية النجحة في الدول العربية انطلقت الدورة الثانية للتميز الحكومي العربي لتكريم الفائزين في 15 فئة تنقسم بين الجوائز المؤسسية والجوائز الفردية لتغطي كافة جوانب العمل الحكومي العربي والتي من بينها وزارة الاتصالات السعودية وهيئة قناة السويس المصرية وغيرها العديد من الهيئات والوزارات العربية أشيد بتنوع فئات الجائزة لتشمل طيفاً واسعاً من المجالات فضلاً عن اهتمامها المقدر بدور المرأة العربية في الإدارة إن جائزة التميز في نسختها الثانية تتيح فرصة ثمينة للتماعن في إنجازات الكوادر العربية وتقييمها حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي الذي شارك فيه أكثر من خمسة ألاف شخصية حكومية بارزة أطلقته حكومة الإمارات في 2019 بشاركة مع الجامعة العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتمية الإدارية للإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي وتحفيز الفكر القيادية الجائزة منذ إطلاقها يمكن زادت عدد المشاركات فيها وصلنا إلى أكثر تقريباً من خمسة عشر ألف مشارك في هذه الجائزة بين الدورة الأولى ودورة الثانية عدد الناس اللي أيضاً حضروا معنا الورش أيضاً كانت في زيادة كبيرة الدورة الثانية بالدورة الأولى تطور الجائزة مثل كل الجوائز وفقاً للظروف طبعاً والمعطيات الجديدة قد يكون هناك فئات أخرى إن شاء الله في المستقبل ونسعد جداً بمشاركة كل المؤسسات العربية وكل الوزارات وكل الأفراد بما إن شاء الله ينعكس على أداء الحكومات العربية شهدت الجائزة في دورة الحالية أكثر من خمسين ورشة عمل بمشاركة فريق المنظمة والجائزة وعدد من الخبراء في الجودة والتميز المؤسسي وبحضور أكثر من عشرة آلاف وأربعمائة موظف ومسؤول في القطاع الحكومي تطمح هذه الجائزة إلى تطوير مهارات الكوادر الحكومية العربية ونقل المعرفة إليهم في الجودة والتميز إضافة إلى تدريبهم على آخر المسجدات والمفاهيم في التميز كريم شيخ الغد القاهرة